النهاردة يوم مهمة اوي في حياتك جدا الحياة سعبتك والموقف صعب جدا فعلا لان انا متوتر حكاية الهوى دي مخوفاني اوي انا مش قادر اصدق نفسي ان انا هطلع الناس كده على طول مرة واحدة ما كنت فاكري يعني في حاجات كنت فاكري ان احنا هنصور ونظبط ونعيدوا ما تقلقش يا واستاذ تماية مع اي ربطة هندريها وبعدين انت خايف ليه؟ ما انت طول عمرك بتتكلم على الهوى انا عمري عمري والله عمري ما اتكلمت عن الهوى ابن افهمني بس وانت في الجامع وبتدي الخطبة مش كنت بترد على اي سؤال اه الاختبار اللي احنا عملناه نجح خلاص اتكروا على الله يا استاذ تمام ونعمة بالله واي ملحوظة هننزل بفاصل وحقولك على طول هماما استاذ يلا يلا بطوفي يا بصر رب اصر رب اشتاقص لي بصر بي انا واحلى الارضة الهوى ثانية افقه وقه 3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين خاتم الانبياء والمرسلين وسيد الخلق ادمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام احبابي يلا يا معلم السيد تمام في التلفزيون امعلم السلام الله الرحمن الرحيم بالله ما شاء الله الله الرحيم ده انا سردنا ولا حد شبهه اوه الله معلم بكرة ما حدش فينا يعرف يكله السيد تمام في التلفزيون يا اخواننا الدين حياة عشان كده اخواني انا هبدا الله سبحانه وتعالى ان يوفقني وان يلهمني المقدرة على التواصل معكم يا امو شاوي يا امو شاوي يا امو شاوي شوفي مين يا بنت افتحك يا امو شاوي يا عيشة اخير يا امو نعمة في ايه انحق الاستاذ تمام في التلفزيون بتتكلمني جد ايوه تعالي تعالي بسرعة تفرجع عن داني انك اليوم مجي معاك اليوم تعالي يا اختي بسيات المفتاح معاك واحتمسي يا بيت يلا يا زنق ياختي لكي نصل سويا الى محبة الله ورسوله ومتفقى في امور ديننا بالعقل والحبة فنحن في عصر القابط فيه على دينه كالقابط على جمرة من الله هلو عشان كده ايوه امو احنا من خلال شايفه شايفه قدام طب يما هتفرج وكلمت هكلمت سلام واي شيء يجول في خاطركم قلوه اي استفسار اي سؤال اي فكرة من خلال الارقام الموضحة على الشاشة متهيال الارقام واضحة باذن الله اسألوا اي حاجة عايزة اقول لكم يبقى لا حياء في الدين اي سؤال ان شاء الله وبامره وباذنه هنجاوب عليه مدام في حدود الدين سمعي يا حماتي انا بسافر لكويت ان شاء الله اسبوع اسبوع بس وبعد ما ارجع نكتب الكتاب على طول مش جلت اي ما هو برضا اخوها حفزي قاعد اهو مفوض يعني اتكلم 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 تكلم قول شيء حفزي اقول ايه يا اما انا مش فاهم حاجة مش فاهم ايه يا والد مش فاهم ايه قوم قوم قدام ايه قوم اوه اصيبوا كده عادي في تشاقة عادي نعم انا ما بيش حاجة بالازل يا اخوي افضل انت يا بود حبيب حمار وانت انت كمزلي ليه مخمزلك ليه الراجل بيقولك عايزيني اقرى فتح سيادتك ترد عليه وتقول له واحنا كمان عايزي الشابكة يا سلامو ما قولتلوش انت ليه مفيكش لساني يا بود انت راكس انت الراجل وانت لازم تتكلم خلاص هروح اقول له اسمع اللي هقولهولك تروح تقولهونه دلوقتي احنا عايزي الشابكة مش اقلي من عشرين الف جنيه زي بانت خليتها بالظبط انت مصبع على عيه تخش دلوقتي عنده وتقول له كل كلمة انا قولتها لك من غير ما تتكسف سمع ولا لا حاضر يلا قدالي قدالي انت التاني هو اسمع يا حرد انا بموافق على كل الكلام اللي قالتها الوالدة وبجيب شابكة بخمسين الف جنيه اشتابونا اكثر من شديد احبابي وقبل ان اترككم في رعاية الله اتمنى ان في الحرقة القادمة يظل هذا التواصل الحميد بيننا وابل يسيبكم عاية اذكركم بهذا صلوا على حضرة المصطف علي افضل الصلاة والسلام اقول لا قول لا اله الا الله من قلبك يا سيني ايوا سمعوني لا اله الا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم تمام سعيد موسيقى 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 من قلبك احسنت يا موسيقى كنت متبتر مرتبك مش عركة مبين على او لا 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 ما فيش قانس اخوكم تمام سعيدة اللي بتاقف الاخر دي كويس زي الفل يا موسيقى يا موسيقى انا عاوز الانتاج يصرف للموسيقى عشر حلقات مؤدم عشر حلقات مؤدم لا ايو ما انت مصود بجد بقى احسن تبقى مميش مجاملة ان شاء الله موسيقى اول حلقة لسا الباقت يا رب يا رب ان شاء الله الحمد لله الله يخليه يا رب ربنا كريم ان شاء الله